اشتركوا في القناة وليتفعيل الطابع ديلها في مجموعة ديل المؤسسات باش هذا الموضوع ميبقى مزان الموضوع ديل الموزيدة يقولوا الامازيغ بصفة عامة والمغاربة الناطقين سواء بالعربية ولا بالامازيغية يمشوا مجموعة ديل المؤسسات سواء ديل الدولة او للمؤسسات الاخرى ويلقوا مخاطبين حقيقيين يفهمون هات اللغة ويتوصلون بها وتكون مدرجة شي فقط غير تكون لغة للتواصل ولكن تلعب الدور ديلها حتى في تنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصالحة معدات لأكيد سنحتفلوا بقوة والورش مستمر إلى غاية 2025 و26 نهاية الانتداب الحكومي الورش مستمر سنستمر في 200 مليون ديل الدرام كل سنة وسنستمر في مبادرات أخرى ان شاء الله اللي ستكون تسير في هذا الورش التي تعتبره الحكومة ورشا استراتيجيا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا معنا فلاشين يوتيوب وبرجاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا الجامع